بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بالجميع الى دي الفقرة مع كتابي اللي غيكم بحاند ونستقنف مجديد مع جو جاكينا ينبالو بغوي طبعا كنا قد وصلنا الى الفقرة الثالثة كما عندنا هنا سمتلعا ونستقني من 90 مقاطق المغربين ونستقنية وجو جاكي سنولى ورمتلل على امتلالـه ومتلال الى الموضوع واند وصلت على ويسته الى مغربين purist أسنع fontي لما يحف People والإنان شبك تكفي أسلط�� في كل سمت arla مرتربة سمتلطلب أسناع نحن نجض في مجرد لبشير ورحمة المطمئة ترانيو شررت الأجام نحنًاже قد روز نحن دعونا شابه أكشت شابه في الأعنة كما نقول فلديه في السبب في السبب كما نقول في السبب المكان الذي تبيت فيه حيوانات المنزل المكان الذي تبيت فيه الحيوانات دولي الطابل لفاش كيسو غيفي إذن عندنا البقرة كيسو غيفي التي تستيقض إذن في الإستبل البقرة التي استيقضت إذن التي تستيقض إذن سنجد ما هو الصوت الذي ستبعته البقرة ستقض بها سلوبغوي كوهائي متخ لفاش مثلا عندنا هذه الأصوات المذكورة في هذه الجدول إذن ماذا ستقول بقرة مثلا هنا ستقول مثلا مو مو كما عندنا هنا سلوبغوي كوهائي متخ لفاش لفاش كيسو غيفي مو مو التي تتطيع في لامبات الأنت ستهدئين في لامبات أي توداب بالفضيع في لامبات هل أنت ستهدئين طبعا هنا لدينا نظر ستهدئين ستهدئين أحيانا الأستاذ يقول للتلاميذ إهدئوا إجعلوا أنفسكم تهدئون في لامبات هل ستهدئين أي توداب الفضيع كما نقول كخي جاكي يصرخ جاكي يصرخ جاكي هل أنت ستهدئين أي توداب بالفضيع كخي جاكي يصرخ جاكي لفاش آغيفي لشيفر إسان شيفو إذن البقرة أنها أيقادت لشيفر إسان شيفو إذن أيقادت المعزة ثم ابنها الصغير يسمى شيفو لفاش آغيفي لشيفر يسمى شيفو إذن البقرة أيقادت المعزة ثم ابنه الصغير لشيفو ديبونجو أسمع ابن المعزة إذن نتكلم عن المعزة الصغير لشيفو ديبونجو يقو 으c يوم سعيد أسمع لامي pregunta ju tedious إبن المعيزة يقول لأمه يقول يوم سعيد لأمه يوم سعيد مثلا هنا سيقول لأمي يوم سعيد ولكن أصف الصم بطريقة المعيز إذا ماذا سيقول هنا مثلا سيقول مثلا با 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 مثلا سيصرخ هذا المعيز الصغير أو الجدي الصغير إذا سيقول لأمي با 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 المعيز أيضا عندما صرحت أنه أيقادة لوموتو كما نقول الكبش ثم ابنه الصغير أيقادة الكبش أو أيقادة الغنم إن صح التبير ثم ابنه الصغير ابنه الكبش الكبش الصغير يسمى آنيو إذا نتكلم عن الحمل لانيو نقصد به الحمل لانيو دي بونجوغ أصف الصم أيضا هذا الحمل يقول يوم سعيد أصف الصم لأمي أصف الصم بطريقة هو أيضا سيصرخ هل سيفعل مثل المعيز الصغير طبعا نعرف أن الغنم لأصوات مختلفة عن المعيز إذا سيقول مثلا كما عندنا هنا أصف الصغير أصف الصغير أصف الصغير لانيو دي بونجوغ أصف الصم سلغي تحت الوسادة يضع الوسادة فوق رأسه ليغلق أدني حتى لا يسمع هذه الأصوات إذن إلى سيزة الآن هي السادسة صباحا إلى سيزة لجوغ سلغ اليوم كما نقول أنه يطلع النهار يطلع كما نقول لجوغ سلغ إذن النهار بدأ يظهر جاكي نبا فرمي لهي إذن جاكي أنه لم يغلق العين المقصود أنه لم ينم ولو للحظة نجوغ سلغ جاكي نبا فرمي لهي إذن جاكي أنه لم يغلق العين إذن لم تأتي ولو لحظة نوم بسبب الأصوات المتتابعة مئلة خطو بوصله ولكنه جد باكر بوصله حتى يستيقظ إذن هو لم يستيقظ لأنه لا زال هناك وقت حتى ولو كانت السادسة صباحا ربما أمامه متى ساعة من الوقت حتى ينام إن استطاع إذن مئلة خطو ولكنه جد باكر بوصله للاستيقظ حتى ولو كانت الساعة السادسة صباحا الساعة 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 ثم في نسمح وحاول إلى نعم قليلا حتى هذه اللحظات المتبقية الساعة كانت الساعة الساعة ساعة إذن الساعة هذا هو مصرف أمبراطيف فلنحاول إلى نفسه حتى ينام نحاول النوم قليلا سوداء دي بروي تاريبل اكلات دون الشم سوداء وفجأة دي بروي تاريبل الصوات تاريبل كما نقول مخيفة أو مزعجة اكلات أنا تندالي أنا لدينا لغرب اكلاتي لغرب اكلاتي دي بروي تاريبل اكلات إذن هناك هناك أصوات مخيفة تندالي دون الشم تنداليو في الحقول سوداء دي بروي تاريبل اكلات دون الشم وفجأة أصوات مخيفة اكلات دون الشم تنداليو في الحقول هل سينام جاكي إفخيي كما نقول خائف أو مزعج جاكي صوت دو صنلي إذن جاكي صوت دو صنلي إذن جاكي يرتيامي إئدن وقتفزا واقفا إيلاً اعبباً سمع نسي كما نتلاحظنا لدينا كل ما فعل نسي كما نحب لدينا أولاً فكما أنه إذا يجب أن أعقد سمع لديه السمع من الع Peru سمع لديه للخذاب من فعل المصرف وهو فعل نسي إيلاً اعبباً كما نقول قبل ذلك نسي لأنه كما نعرف بأن هو زمن في الماضي يأتي قبل الماضي اخر اذا قبل ما يقفز اذا جاكي انه ناسي اذا قبل ما يقفز هو مسرير جاكي انه قبل ذلك في الماضي هو ناسي كو ساتي جوهدوي بانه اليوم في ذلك اليوم نقصد كو ساتي وجوهدوي اذا ناسي بانه كان ذلك كان في ذلك الوقت او جوهدوي اليوم اذا نتكلم عن اليوم ديال دك النهار لي خزفيه جاكي لوفيرتور بانه كان لوفيرتور للعشاس افتتاح الصيد اذا ماذا كان صوت هذا الصيد الذي سيسمعه جاكي والذي سيخيفه ان صح التعبير هي واذا تلاحظ في الصورة الان سيكون الصوته واذا صوت تلقت النار اذا ذلك كان تلاحظ ان يجال جاكي مرت ليلا توقع بدون نوم الى كان الامر هكذا اللهم ترجع بالمدينة ان في الوربية كان اصوات اذا ناسي لiffابع إذن عندنا غنجة كما رأينا فيما سبق الفئران أنها تنخر أو تأكل مثلا قطاع خشب إذن نتكلم عن غنجة بأسنانها يمكن أن تحدث تقبا في قطعة الخشب نتكلم عن قطعة الخشب المون بسيطة يمكن أن تحدث تقبا في قطعة الخشب المون بسيطة ثم عندنا البلافون كما ذكرنا في المسابق السقف كما ذكرنا ممكن أننا نتحدث أيضا عن لوتواء نتكلم عن السقف من الخارج إن صح التعبير أو نتكلم عن السقف أعلى في المنزل نتكلم عن فهي قطعة من ما قصود أعلى في غرفة ... المعرفض على طاقة ryasedة السقف se بتصدر الى المعرفض على طاقة from أوترung الى المعرفض على طاقة في entrev something pot المعرفض على طاقت수를 بتصدر الى المعرفض على طاقة يكون في اعلى مينكم. المقصود مينك. يكون في الاعلى. ثم ان يكون اسفل رجلك. اذا نتكلم عن يكون اسفل قدميكم ان صح التبير. والذي تضع علي قدميك. اذا نتكلم عن الارضية التي تضع علي قدميك. تسمى البلانشي. على عكس. البلافون. الذي يكون في الاعلى. يطابل. يطابل. اذا نتكلم عن الاستابل. les vaches couches. dans une يطابل. البقارات تنام. في استابل. ثم تتخفر والنحفل والنحفل. التعافل لنحفل. يطابل. نحفل. ان يطابل على اكلاب لنحفل. يطابل تخفر. يطابل. يطابل. شخص ان يطابل. ويطى على الاستابل لنحفل. يبغوية الكلات غنفل انساك دو بابيه كمنا نقول انفخ هنا نتحدث عن الوفب غنفلي بدمرة نتكلم عن الرويضة نقول له غوفل الرويضة نتكلم هنا عن غنفلي هذا الفعل نافخ انساك دو بابيه المطلوب هنا هو نافخ كيس من الورق كيس مسنوع من الورق غنفل انساك دو بابيه ادن انفخ كيس من الورق ايطاب سيرلوي ثم اضرب فوقه وهو من فوق يسودشيغ عندما تضربه هو سيتمزق يسودشيغ هنا عدنا الوفب سودشيغي عدنا الوفب سودشيغي تمزق بعد مرة نتكلم على الوفب دشيغي في المزق يسودشيغ ادن هو سيتمزق انفزون ببروي فاعلا او محديتا ببروي ضجيجا الاكلات ادن هو يندلع هو يندلع كمان نقول انه ينفجر ادن عندنا هنا ان بنو بواتور بوسي اكلاتي ادن نتكلم عن عجلات سيارة بوسي يمكن ايضا اكلاتي ان تنفجر كمان نقول انه تندلعه افخي جاكي اتخي بير ادن جاكي انه كان جدو خائف نقول عنه افخي الي افخي هو جدو خائف كمان نقول مدعور كمان نقول مدعور الي افخي ثم عندنا الوفيرتور ممكن نتكلم عن فتحة تسمى اوفيرتور ممكن نتكلم عن انفتاح ممكن نتكلم عن انفتاح او افتتاح ادن نتكلم عن الوفيرتور كل السنة ادن ليس لنا الحق في الصيد اثناء كل السنة ادن نقول ادن بان الصيد مغلق او قد صيد التي لا يسمح فيها بالصيد ادن نقول حين ادن كلا شاس افرمي بان الصيد افرمي انه مغلق المقصود انه ممنوع كلا شاس اتوفيرت عندما الصيد يفتتح هنا عندنا كلا شاس اتوفيرت عندما الصيد يكون اوفيرت مفتوح المقصود بانه يكون مسموح به او نعلى درو دو شاسي ادن يكون عندنا الحق او نعلى درو عندنا الحق دو شاسي بان نصدد بان نصدد نقصود بانه يكون عنده ادن الصيد مسموحا به البرمي جور سابل البرمي جور سابل الوفيرتور دو الشاس اليوم الاول اليوم الاول من هاد المدة التي يسمع به بالصيد ادن هاد اليوم الاول البرمي جور سابل يسمى الوفيرتور دو الشاس يسمى افتتاح الصيد ادن اتكلم عن اول يوم يسمح به يسمح به بالصيد ثم تتوالى الايام الاخرى التي يسمح به الصيد هل يسمح به ما هذا الكتاب الذي أرى؟ ما هذه الكرة التي أرى فوق المائدة أو فوق الطاولة؟ ما هذا الكتاب الذي أرى فوق المائدة أو فوق الطاولة؟ ما هذا الكتاب الذي كان يلعب معك؟ 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 ما هذا الكتاب التي أرسمت؟ طبعا هنا لدينا نغار دي سيني لدينا فيها الرسم ولكن نتكلم عن الوردة بأنها دي سيني بأنها مرسومة هذا لدينا واحد هنا الخاصة بالتأنيت لأننا نتكلم عن لا فلور ست فلور هذه الوردة كلمة مؤنية ما هذه الأغنية التي كنت تغني؟ ما هذه الأغنية التي كنت تغني؟ أو كنت تغنين؟ تطلر الساعة قبل قليل كما نقول تطلر كما نقول قبل قليل ما هذا الكتاب الذي كان يلعب معك؟ ثم لدينا سي سوسون كما نقول إنه إنهم كلا ست أمفان من يكون هذا الطفل؟ سي من فرير إنه أخي كالسان سي پرسان؟ كالسان سي پرسان؟ من يكون هؤلاء الأشخاص؟ كالسان؟ كالسان؟ من يكونون؟ كالي؟ الجمع دياله هي كالسان؟ كالسان ولكن في المؤنية هنا لأن كلمة پرسان كلمة مؤنية طبعا سنستعمل هاد كال في الجمع كالسان؟ سي پرسان؟ عكس كال هنا كلمة كال تستعمل هنا للمؤنية كالسة فلور كالسة فلور من تكون هذه الوردة؟ كياد سينالا التي رسمت هنا سنستعمل تكال للمؤنية يجب gerçekten هنا 들أس. كلمة كال اسм حيث لهالها للمفرد المذكر استعملت كال للمفرد المؤنية نستعملت كال ثم طبعا للجمع المؤنة نستعملها تكل هناك أيضا كال بأس للجمع المذكر نقول مثلا كالسان سيزنفان من يكون هؤلاء الأطفال طبعا سنستعمل كال هكذا أذك أس خاصة بالجمع المذكر هناك كلمة بأس في الجمع ومؤنة إذن طبعا سنستعملها تكل كالسان سي بأسون من يكون هؤلاء الأشخاص سنقول مثلا سو سمي بأسون إنهم أبأي سو سمي بأسون إنهم أبأي تُمعين داناونا كاتو دان تس بأس كاتو دان تس بأس ماذا عندك في جيبكا ماذا عندك في جيبكا ماذا عندك في جيبكا كاتو دان تس بأس كاتو دان تس بأس ماذا عندك في جيبكا سو سمي بي إنهم أكولي س الصان ميبي إذن إنا كول اللي دوما إذن س الصان راني اريمي كاريف س الصان راني اريمي كاريف إنا هم راني واريمي كاريف اللذين يسيلون إنا هم راني واريمي اللذين كمل نقول يسيلن vein س習ان نعم إنا هم نعم إنا هم ثم عندنا ميوالا ولكن كما نقول هكذا أو ها هو إلى غير ذلك جو درمي أنا كنت أنام ميوالا كل ريفي سمع صني جو درمي أنا كنت أنام ميوالا كل ريفي سمع صني ميوالا كل ريفي سمع صني ولكن هكذا لأن المنبي بدأ يبعث صوتا بدأ يعطي صوتا بدأ ينبه كما نقول جو درمي أنا كنت أنام ميوالا كل ريفي سمع صني جو درمي أنا كنت أقرأ أنا كنت أقرأ طبعا هنا نعدنا الوغرب ليغ بنفس الطريقة المصرفة لنبارفي أنا كنت أقرأ ولكن هكذا بأن الضوء انطفأ كما نقول وفجأة الضوء انطفأ طبعا هنا نعدنا الوغرب ستاندر هنا عندنا الوغرب ستاندر هذا فعل انطفأ نحن كنا في الساحة نحن كنا في الساحة نحن كنا في الساحة ولكنها هي لغاج لغاج كما نقول أنها تبعت صوتا ضخما كالرعد كي جراند ولكنها هي العصفة كما نقول أنها تبعت صوتا تبعت صوتا ضخما كما نقول فلنتفحص دا كيلة فغير أو فو صحيح أم خطأ سنقول هل هو صحيح أم خطأ أغا سوما رانجي أغا سنقول هل هو صوتا ضخما كما رانجي 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 سنقول هل هو صوتا ضخما كما يحبط جثبar ثم جثب رأينا بأن جاكي رامل ماء من خلال النافدة ثم ثم هل بقرة ايقادت العجل رأينا سابقا بأن البقرة ايقادت رأينا بأن البقرة ايقادت المعزة رأينا فيما سابق بأن البقرة ايقادت المعزة وإبناء ولم توقيد العجل فقط ايقاد توقيت ا legitimate نذهب ملاحظر ثم هل ين ابل slap بأن الشياء لديهم re ايقادت هناك صياد مع كلبين قرب المنزل من خلال الصور التي نرى هناك صيادين هناك صياد مع كلبين لكن هناك صياد مع كلبين لكن في الصورة كاميرا هنا لكن هناك صورة مع كلبين هناك صيادين مع كلب واحد كما نقول سيفو هذا خطر ثم عندنا عند شاسور؟ أتره واحد من الصيدين أو واحد من الصيدين أتره أنه أطلق سيره على طائر أطلق على طائر تبعا هذه الأسئلة في الصورة هنا آه عند شاسور؟ أتره سيره أتره استره 동안 واحد من الصيادين النوراما على الطائر وهكذا نكون قد انتهينا مع هذا النص في الفقر القادم ان شاء الله سنرى نص آخر إلى ذلكم الحين حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله